قرارات جديدة في حضرموت تعيد المحافظة إلى الواجهة من جديد القرارات شملت تغييرات في المناصب عسكرية في المنطقة العسكرية الأولى إضافة إلى تعينات على مستوى وكلاء سلطة المحلية قرار رئاسي أصدره رئيس مجلس القيادة رشاد العالمي قضى بتعيين العقيد الركن عامر عبدالله محمد بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى إضافة إلى قرار آخر بتعيين العقيد الركن ناصر صالح محمد حسين الوادعي أركان حرب اللواء 135 مشاه وضمن سلسلة القرارات أصدر العالمي قرارا بتعيين عصام حضريش وكيلا لوزارة الإدارة المحلية وعامر العامري وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي خلافا في الوسط السياسي الحضرمي عن ما إذا كانت القرارات تعد بمثابة تمكين للانتقالي أم كبح لجماح تحركاته في المحافظة خصوصا في الفترة الأخيرة بعد أن تزعم الانتقالي مسيرات ومطالبات شعبية بإقالة قادة المنطقة العسكرية الأولى الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لتمهيد الطريق أمام تغلغل الانتقالي وسيطرته على حضرموت بحسب مصدر حكومي فإن القرارات جاءت بعد أيام على لقاء تشاوري عقد في مدينة السيئون يوم السبت الماضي دعا له قائد قوات التحالف في المدينة المقدم ضيف الله المطيري وضم قيادة سلطة المحلية وقائد المنطقة العسكرية الأولى وشخصيات سياسية وقبلية لتدارس المستجدات ناشطين ووسائل إعلام تابعة للانتقالي شنت هجوما على العليمي وصفت القرارات بأنها نوعا من التضليل والخداع وذر الرمادي على العيون في حين توعد ما يسمى بمكون شباب الغضب وهو مكون يتبع الانتقالي في بيان توعد بالتصعيد والبدء بعصيان مدني مطالبين بإخراج المنطقة العسكرية الأولى وإقالة قادتها بدون استثناء وبالنظر إلى المعطيات فإن الوضع في حضر موت لا يحتمل مزيدا من التصعيد خصوصا في ظل سعي بعض الأطراف لتفجير الوضع وإدخال المحافظة في نفق مظلم سبق وأن دخلته محافظات قبلها ولم تتمكن من الخروج حتى اللحظة